أعلن وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيرا ليون ديفيد فرانسيس بالرباط أن بلاده ستفتح يوم الاثنين المقبل قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة وقال ديفيد فرانسيس خلال لقاء صحفي مشترك مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا أنه بالنسبة لسيرا ليون فإن الصحراء المغربية تعد منطقة خاضعة للسيادة المغربية وأعرب وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيرا ليون اليوم أيضا عن دعم بلاده لمشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب من جانب آخر وقع المغرب وسيرا ليون على خارطة طريق بهدف تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات وتتعلق خارطة الطريق التي وقعها وزير خارجية البلدين بمجالات التربية والتكوين والتعاون التقني والترويج الاقتصادي والاستثمارات والتعاون في مجال الأمن علاوة على تبادل الزيارات الرسمية اشتركوا في القناة